غضبة ملكية في الدروس الحسنية في الحلقة الثانية من ملف طرائف ملكية في الدروس الحسنية اخترنا أن نلقي الضوء على الكاشف على طرائف وقعت تفاصيلها في حضرة الملك الراحل الحسن الثاني الذي لم يكن يفوت الفرصة دون أن يبدأ رأيه في أمر بعينه وهو ما حدث بعد تعقبه على الشيخ يوسف القرضاوي بعدما دعي هذا الأخير في سنوات السبعينات لإلقاء دروس دينية أمام الملك الحسن الثاني وكانت نقطة الخلاف بعد استشهاد القرضاوي بحديث يقول لبعث الله للأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها قبل أن يعقب الملك بالقول هذه ليست الرواية الوحيدة وهناك رواية تقول لبعث الله للأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها أي أن الاختلاف كان هو زيادة أمر قبل دينها القرضاوي لم يرقه حينها تدخل الملك لكن الخلاف لا يفسد للود قضية حيث دعاه الراحل الحسن الثاني مرة أخرى لإلقاء درس حسني في السنة الموالية وأشعلت الطريفة الأخرى فتل غضب الملك الراحل الحسن الثاني بعدما زاغل محاضر عبدالهادي التازي عما هو متعارف عليه في طقوس الدروس الحسنية بعدما أنقى درسا حول الميثاق في الإسلام المحاضر حينها وفي الدعاء الختامي للدرس رفع أكفة دعاء لوالدة الحسن الثاني للا عبلا وهو يذكر اسمها قبل أن يجد آمامه وفي الليلة نفسها مبعوثا يخبره بانزعاج الملك من هذا وفي طريفة أخرى قال الملك الراحل للقارئ عبد الحميد إحسين زرب أبلغنا لأن قراءته لم ترق الحسن الثاني سيما وأنه كان يطيل في قراءة كل جزء